ملف التسجيل رقم ثمانية بعنوان تلاقي العباقرة رقم واحد من كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن وهو المجلس الخامس من اثنى عشر مجلسا في الجزء الأول الذي عنوانه من فاران إلى البرينيه استفتح حيران الكلام في المجلس قائلا جئت الشيخ في موعدنا بعد صلاة العشاء فرأيته قد نشر بين يديه ورقة كبيرة مقسمة إلى حقول وهو يشير فيها إلى فقرات متقابلة ذات اليمين وذات اليسار يخطط تحتها خطوطا فتلقفت مني العين اسم الغزالي وابن طفيل وأسماء أخرى عربية يقابلها أسماء فرنجية فأخذت محلي أمام الشيخ صامتا لا أعكر عليه عمله وبسط دفتري على الخوان الصغير وبعد برهة وجيزة رفع الشيخ الموزون رأسه وقال لي وهو يبتسم أهلا بالحيران قلت ماذا يريد مولاي بهذا التعريف؟ إنني لم أعد حيران بالقدر الذي كنت فيه يوم جئت إلى الشيخ وإن كان فكري يرتبك في بعض التصورات أعرف أعرف هذا الارتباك لا بد منه ولكني وصفتك بالحيران لأنني رأيتك متحيرا فيما أفعل نعم تحيرت مذ وقع نظري على هذه الخريطة فهل عاد الحديث للغزالي وابن طفيل؟ كلا ولكن هي مقارنة أهيئها لك بينما قاله هؤلاء المسلمون وبينما قاله عباقرة الفلسفة في الغرب بعد خمسمائة سنة إن صح ظني فإن مولاي سيحدثني اليوم عن ناضة الفلسفة فلقد كنت رأيت مع بعض الرفاق كتابا بهذا الاسم عن فلاسفة العصور الأخيرة فاستعرته منه وجئت به إلى الجامعة فكان من أكبر أسباب النقمة علي وقد أخذوه مني ومزقوه لأنهم قالوا أن فيه الإلحاد كله لا تقل نهضة الفلسفة فالفلسفة كانت ناهضة من قبل ولكن قل نهضة الغربيين في ميدان الفلسفة لم أفهم الفرق بين القولين بالنسبة إلى أوروبا والظلمة التي كانت تخيم عليها يمكن أن يقال إن هناك نهضة في الفلسفة بل هناك يقظة بعد سبات عميق تفتحت فيها عيون العباقرة على النور الذي أتى من المشرق كعادته فإن قلت إنهم تلاقوا مع المشرقيين على الحق لم يكن بعيدا وإن شئت أن تقول معي إنهم قبسوا كثيرا من ذلك النور فهو أقرب إذن لا يريد مولايا أن يحدثني عن فلسفة هؤلاء الغربيين؟ كيف لا أحدثك عنهم يا حيران وأنا أعلم أن الحديث عنهم هو الذي يستهويك؟ لقد رأيت مولايا يقول أنهم اقتبسوا أقوالهم من المشرقيين فحاسبته يهون من شأنهم ويصغر من قدرهم ليصرفني عما في أقوالهم من الشك والإلحاد ومتى رأيتني أكتم عنك رأي الشكاك والملحدين؟ لقد رأيت أن أكثر من حدثني الشيخ عنهم من عظماء الفلاسفة كانوا من المؤمنين الموحدين وما ذنبي إذا كان الشكاك والملحدون قلة من الأصاغر بالنسبة للكثرة من الأكابر؟ والآن سوف ترى أن هذه النسبة لم تتبدى القط في جميع من سأحدثك عنهم وأما قولك إني أهون من شأنهم وأصغر من قدرهم حين أرجح أنهم قبسوا بعض أقوالهم من المشارقة فلا أدري من أين أتاك هذا الظن إن تاريخ الفلسفة عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الاقتباس يأخذه اللاحق عن السابق ويضعه تحت التمحيص فيرضى منهما هداه عقله إلى أنه الحق وينبذ منهما سواه ولما كان الحق نيرا فإن قليلا ما تختلف العقول فيه وهذا ما يفسر لنا السر في ذلك التلاقي على الحق في وجود الله ووحدانيته بين أكثر الفلاسفة من المشارقة المسلمين والمغاربة النصارى وسواء أكان هذا التلاقي من باب الاقتباس أو من باب توارد الخواطر على الحق فإن هؤلاء الذين سوف أحدثك عنهم قد أتوا في الدفاع عن العقل وفي إثبات وجود الله وصفات كماله بما يبهر العقول ويشرح الصدور هذا عجيب ليس بعجيب ولا غريب وسوف أحدثك عن عشرة هم أعظم الفلاسفة وأشهرهم وكلهم مؤمنون بالله ما فيهم إلا واحد متشكك وآخر حائر يؤمن بالله ولا يدري كيف يصفه وهكذا ترى أن النسبة بين المؤمنين والشكاك لا تزال واحدة من هم هؤلاء الذين يريد مولاي أن يحدثني عنهم؟ قل لي أنت من هم الذين شغفتك أسماؤهم حبا وإجلالا إنني طالما سمعت بشهرة بيكن وديكارت وكانت وسبينوزا وبركسن وداروين وقرأت نتفا عنهم سأحدثك باختصار عن كل هؤلاء عن بيكن وديكارت وباسكال ومالبرانش وسبينوزا ولوك ولايبينز وهيوم وكانت وبركسن أما داروين فله حديث خاص آخر وسوف ترى أن ثمانية من العشرة تلاقوا مع الذين حدثتك عنهم من فلاسفة المسلمين على الإيمان بالعقل والإيمان بوجود الله ووحدانيته وعلى البراهين الدالة عليه تلاقيا يكاد يكون حرفيا إنني أسمع أن بيكن واضع الفلسفة الحديثة قد أبطل المنطق وحمل على أرستو حملة شعواء فكيف يقول مولاي الشيخ أنه تلاقى مع الأولين في الدفاع عن العقل لم يبطل فرانسيس بيكن أحكام المنطق ولا يستطيع إبطالها لأنها أحكام العقل السليم ولكنه ذهب إلى ما ذهب إليه سميه روجر بيكن من القول بأن التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطبيعية وجاراه في الحملة على منطق أرستو ومن هو روجر بيكن هذا؟ ألم تسمع به؟ هو الراهب الفرانسيسكاني الإنجليزي أشهر علماء القرون الوسطى الذي جاء إلى الدنيا قبل فرانسيس بيكن بأمد طويل ولقد تشابه هذان الرجلان في الرأي كما تشابها في الاسم والوطن فحمل روجر على الطريقة الفلسفية المتبعة في عصره وأعلن أن التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطبيعية وتظهر برفض منطق أرستو حتى تمنى لو أوتي القدرة على إحراق كتبه وإن كان لم يستغني أبدا عن ذلك المنطق العقلي في كلامه وأشار إلى نفس الأسباب التي قال فرانسيس بيكن أنها تجرنا إلى الخطأ أما فرانسيس بيكن الذي جاء بعد روجر بأكثر من عصرين ليبتكر أو يتبنى الآراء نفسها فقد قال بالتجربة في العلوم الطبيعية واحتقر منطق أرستو حتى وصف المعلم الأول بأنه سفستائي قبيح وإن كان لم يستغني كساميه عن الأخذ بذلك المنطق وعدد الأسباب التي تجرنا إلى الخطأ وسماها أصناما تشبه لها بالأوثان التي تصرفنا عن عبادة الحق وهي تكاد تكون نفس الأسباب التي ذكرها روجر من قبل أما الطريقة التي اختارها فرانسيس بيكن للبحث فهي مبنية على التجربة المؤسسة على الاختبار الصارم والملاحظة الدقيقة وإحلال الطريقة الاستقرائية التي يذهب بها العقل صعدا من الجزئيات إلى الكليات محل الطريقة التي ينزل بها العقل من الكليات إلى الجزئيات وما هذا بالشيء الجديد فالبرهان الصاعد والبرهان النازل معروفان عند القدماء والتجربة كذلك هي أول شيء عرفه الإنسان في درس أحوال الطبيعة ولكن بيكن فلسف هذه التجربة ونظمها ورسم لها خطوطا وحدد لها مراحل ووضع لها جداول فكان هذا التنظيم لطرق البحث عماد شهرته في عالم الفلسفة لا ريب في أن هذه الطريقة المنظمة للاستنتاج الصاعد من الجزئيات إلى الكليات هي أكثر إيصالا للحقيقة في الأمور الطبيعية والأشياء الحسية ولكن كيف نطبقها في معرفة الأمور التي وراء الظواهر المحسوسة؟ إن بيكن يرى أن أول خطوة لدراسة الفلسفة تبدأ بدراسة الطبيعة وبعد أن نستوفي درس ظواهر الطبيعة ونقف على قوانينها الخاصة يصح أن ننتقل إلى دراسة القوانين العامة التي تنطوي تحتها القوانين الخاصة ولا نزال نترقى حتى نصل إلى القانون العام الأكبر الذي تنطوي تحته كل القوانين ونصل إلى البديهيات التي تكون صحيحة في أي علم وبهذه البديهيات يمكننا دراسة الأسباب العليا التي نشأ عنها الكون والوصول إلى ميتا فيزيقيته السامية وكما أن فرانسيس بيكن يتلاقى في هذه النظرة الشاملة إلى الفلسفة مع ابن رشد الذي يذهب إلى معرفة الله من طريق درس الجزئيات من آياته في مخلوقاته وفيما أقيم عليه الخلق من النظم الكاملة والنواميس الشاملة ويتلاقى مع ابن ميسكويه وابن طفيل على ما قال به من إمكان الوصول إلى إدراك وجود الله من طريق العقل بالنظر الفلسفي الخالص فيقول كلمته الحكيمة المشهورة إذا كان قليل من الفلسفة يبعد عن الله فالكثير منها يرد إلى الله فإن روجر بيكن يتلاقى مع معاصره توماس أكوينس ومع القرآن على الإيمان بالله والعجز عن إدراك كنه ذاته سبحانه عند النظر في حقيقة ذبابة فيقول إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصها فضلا عن أن يعرف كنه ذات الله فكأنه يتلو نص الآية في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فتأمل يا حيران هذا عظيم يا مولاي وسوف ترى من هذا التلاقي على الحق ما هو أعظم وأوضح عند ديكارت وغيره يا حيران إن لديكارت شهرة عظيمة في عالم الفلسفة فما أشد شوقي إلى معرفة وجه تلاقيه مع فلسفة المسلمين ومع القرآن إن ديكارت استخرج اليقين من الشك وجعل من نفس الشك سبيلا لإثبات وجود الله ومعرفة صفات كماله فما أشبهه بالغزالي في شكه ويقينه بل في كل أحواله وأقواله إنه نظر إلى وسائل المعرفة فرأى أنها عبارة عن الحواس الخمس التي نتلقى بها أثر المحسوسات والعقل الذي ندرك به المعقولات ورأى أن الحواس كثيرا ما تخدعنا والعقل كثيرا ما يخطئ حتى لنحسب أن ما رأيناه في المنام حقيقة شاهدناها في اليقظة وطالما أن الحواس تخدع والعقل يخطئ فإنه لم يبقى لنا من وسائل المعرفة شيء نفق به ونعتمد عليه في معرفة الحق واليقين وبعد هذا الشك الذي قضى به على وسائل المعرفة كلها عاد ديكارت إلى اليقين كما عاد الغزالي من قبل بأسلوب من البيان الساحر والحجة البالغة الواضحة المبسطة التي تجعل البرهان على الشك برهانا على اليقين فقال مهما شككت في حواسي وعقلي وشككت في وجود العالم فإنه ستبقى لي حقيقة واحدة لا يمكنني الشك فيها لأنها تزداد يقينا كلما ازددت شك وهذه الحقيقة هي أنني أشك ومعنى أني أشك أني أفكر لأن الشك تفكير والتفكير لا يكون إلا من ذات مفكرة وهذه الذات المفكرة هي أنا حتى لو حاولت أن أشك في أني أفكر فهذا الشك نفسه دليل على أني أفكر ومن هنا وضع كلمته المشهورة أنا أفكر إذن أنا موجود وعلى هذه الكلمة بنى قواعد برهانه على صحة الحواس وصدق العقل وتوصل إلى إثبات وجود الله وعرف جميع صفات كماله المتوجبة عقلا ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت إلى إثبات وجود الأوليات العقلية ثم ترقى بعد ذلك إلى الاستدلال على الله بدليل الحدوث ودليل الوجوب حيث يقول لماذا يستحيل علي أن أنكر هذه الحقيقة القائلة أنا أفكر إذن أنا موجود إنه يستحيل علي إنكارها لأنها واضحة جدا وهناك قضايا لا تقل عن هذه القضية وضوحا في العقل مثل قولنا إن الشيء لا يصدر من لا شيء وقولنا إن النتيجة لا يمكن أن تكون أكبر من المقدمة وإن المسبب لا يمكن أن يكون أكبر من سببه وبعد أن يتوصل ديكارت إلى هذا اليقين في إثبات القضايا الأولية البديهية المركوزة في عقولنا يقسم الأفكار إلى ثلاثة أقسام أفكار بالمصادفة أو مباشرة وهي التي تتكون لدينا من الأشياء الخارجية مباشرة بدون إعمال الذهن وأفكار صنعية وهي التي نكونها نحن من أفكار مختلفة وأفكار فطرية مركوزة في عقولنا ثم يقول إن القسمين الأولين يجب فيهما الحذر كي لا يتسرب إليهما شيء من أغلاط الحواس وأوهامها وأما الأفكار الفطرية فإنها في حالة سلامة العقل تكون سالمة من الخطأ لأنها جزء أساسي من تكوين عقولنا ومنها نقتبس أحكامنا اليقينية كلها ونستدل على وجود الله وبعد ذلك ينتقل ديكارت إلى إثبات وجود الله فيقول أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني إنني لم أخلق نفسي فلابد لي من خالق وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود وغير مفتقر إلى من يوجده أو يحفظ له وجوده ولا بد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال وهذا الخالق هو الله بارئ كل شيء وبعد أن يتخذ من نفسه ووجوده ومن العالم الموجود دليلا على الله يسلك نفس السبيل الذي سلكه الرئيس بن سينة من قبله بأربعة عصور فيتخذ من الله ومن صفات كماله دليلا على صدق العقول وصحة أحكامها ودليلا على وجود نفسه ووجود العالم فيقول إن من صفات الكمال المتوجبة عقلا لله صفة الصدق وحاشى أن يكون سبحانه قد وهبنا عقولا مضللة خادعة فلابد لنا إذن أن نثق بأن هذه العقول التي فطرنا الله عليها هي عقول صادقة وصالحة لإدراك الحق وكل ما تدركه هذه العقول إدراكا واضحا جليا كالأوليات البديهية هو حق لا ريب فيه وعقولنا التي قررنا أنها صادقة وتدرك الحقائق الأولية هي التي تدلنا على وجود الله وصفات كماله وعلى أنه خالق العالم ومدبر أمره هكذا تدرج وتسامى ديكارت في الاستدلال فاستدل بنفسه وبالعالم على الله وكماله ثم استدل بوجود الله وكماله على صدق العقول وعلى وجود العالم فاتخذ الله دليلا وشاهدا على مخلوقاته بعد أن استدل على وجوده بمخلوقاته فسلك نفس الطريق التي سلكها ابن سينا كما رأيت فصدق عليه في هذا قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد انتهت الآية فقد أراه الله آياته وهداه حين قال إنني لم أخلق نفسي فلا بد لي من خالق هداه إلى الحجة البالغة في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فتأمل ولما هاجمه النقاد بأنه اتخذ النتيجة التي بلغها في الاستدلال الأول أساسا للمقدمة التي استخرج بها تلك النتيجة قال لهم ديكارت إن العقل كان في الاستدلال الأول يعتمد على قضية بديهية تفرض نفسها من غير تفكير فيها فإن وجود نفسي قضية بديهية وأما في الاستدلال الثاني فإن العقل يعتمد على استنتاجه في التدليل عندما أمكنه أن يبرهن على السبب الذي من أجله اعتبر العقل وسيلة يركن إليها في الإدراك والحكم فكأنه يقول لهم رأيت آية الله في نفسي بالبداهة ثم رأيت الله بصفات كماله شاهدا على صحة عقل الذي عرفت به الحق فاكتفيت بالله شهيدا على كل شيء وهذا نظم الآية فتأمل يا حيران هذا والله عظيم زدني يا مولاي زدني ماذا أزيدك؟ إن الزيادة لن ترضيك أبدا لأنها ستشوه في عينيك جمال الصورة التي أخذتها عن هذا العقل السامي كيف؟ إن هذا العقل السليم يظل منطقيا حتى يهجم على غير عرينه وينسى الحذر الذي أوصان به في مسالك الأفكار المباشرة والأفكار الصناعية فكبى كما يكب الجواد في الحزن عندما حاول أن يفسر كيف كان خلق العالم وما هي الحياة وكيف يتصل العقل الروحاني بالجسد المادي إنه يزعم أن الله قسم المادة إلى أجزاء منها الكبير ومنها الصغير ثم بث فيها الحركة في اتجاهات مختلفة فجرت وتصادمت فمنها ما تماسك وتجمع كتلا كبيرة ومنها ما تحول إلى ذرات وهباء ومن الكتل الكبيرة كان التراب ومن الذرات كان الهواء ومن الهباء كان الأثير ومن الأثير كانت النار والشمس والنجوم فما أجمله خيالا ويزعم أن الحياة أصلها هو الدم ويصف كيف يصل الدم إلى القلب فيسخن بحرارته ويتبخر ويرتفع إلى الرئتين فيبرد ويرجع إلى القلب فما أحلاه تعليلا للدورة الدموية وإن كان لا يرضي معاصره ويليام هارفي الذي أولد قبله بثمانية أعوام ومات بعده بسبعة ولعل ديكارت تشأم مما حل بميشال سيرفة فلم يشأ أن يقول الحق في هذه الدورة الدموية الدائمة التي هي من عجائب صنع الله ومن أولى الدلائل على وجوده وقدرته أما كيف يتم الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي فإن ديكارت يجد لهذا الاتصال وسيطا في الغدة الصنوبرية ولكن الرجل بعد أن يسبح في أجواء هذه الخيالات يعود إلى صوابه ويرجع إلى الحذر الذي أوصان به عند فحص الأفكار المباشرة والصناعية فيقول إننا لا نستطيع أن نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والمادة فلم يبقى لنا إلا أن نعلله بأنه آية من آيات الخلاق الحكيم القادر انتهى كلامه ولا يقل باسكالو مالبرانش أشهر تلاميذ المدرسة الديكارتية إيمانا بالله عن أستاذهم ولكن الثاني ذهب مع الخيال إلى حد القول بالجبر المحض بل سبق معاصره لايبنز إلى القول بالتناسق السابق التوطيد ما هذا التناسق السابق التوطيد؟ سيأتيك خبره وبيانه فاسمع الآن ما يقوله باسكال فإنه لا يقل بيانا وبرهانا عن ديكارت أما في المعرفة فيقول باسكال إن الحواس تخدع والعقل يخطئ ولكن بالقلب وحده نعرف الحق فبالقلب نعرف المبادئ الأولى ومعنى الزمان والمكان والحركة والعقل إنما يؤسس إدراكه على هذه المعارف التي هي قضايا أولية لو أردنا البرهان عليها لوجب أن نفرض وجود قضايا أخرى سابقة ولو قلنا بذلك لذهب بنا إلى التسلسل ولما أمكن الوصول إلى قضايا أولية فبالقلب ندرك هذه الحقائق وبالقلب ندرك وجود الله ماذا يعني بالقلب؟ إنه يعني تلك الأفكار الفطرية المركوزة في عقولنا والتي نراها واضحة نيرة لا تحتاج إلى برهان ولا فرق بين أن تكون في القلب أو في الدماغ أو في الروح ولكن كلمة القلب كانت تعبر في الماضي عن معنى الدماغ وهكذا اتخذها العرب إذن يرى باسكال أن الإنسان قادر بعقله أو بقلبه على إدراك كل حقائق الوجود؟ كلا يا حيران إن باسكال أحكم من أن يقول بذلك إنه يتلاقى مع الفاربي وابن سينا فيقول إن العقل يستطيع بما لديه من الأفكار الفطرية الأولية أن يدرك الحق فيما يتعلق بالمبادئ الأولى ويدرك منها وجود الله وأما ما وراء ذلك من أسرار الوجود والخلق والخالق المحجوبة عنا بحجب الغيب فيرى باسكال أننا أعجز من أن ندرك كنهها وحقيقتها لأن حواسنا لا تدرك غايات الأشياء فالصوت إذا أفرط في الشدة يصم أسماعنا والنور إذا أفرط يعشي أبصارنا والقرب يمنعنا من الرؤية إذا أفرط كما يمنعنا البعد فتكاد غايات الأشياء تكون غير موجودة بالنسبة إلينا ثم يتحدث عن ضآلة الإنسان بالنسبة إلى عالمنا وما وراءه من عوالم ويشير إلى عجز العقل وارتباكه عند التفكير في غايات المكان والزمان ويصف الرعب الذي يعتري الإنسان إذا تصور نفسه محمولا بين هاويتين لا نهاية والعدم وصفا ساحرة ينتهي منه إلى القول فلنعلم إذا قدرنا فإننا بعض الشيء ولسنا كل شيء ومقام عقلنا في المعقولات كمقام جسمنا في الامتداد هذا قول كريم وأكرم منه تلاقيه مع الفاربي وابن سينا حيث يقول إن إدراكنا لوجود الله هو من الإدراكات الأولية التي لا تحتاج إلى جدر البراهين العقلية فإنه كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي ماتت قبل أن أولد حيا فلست إذا كائنا واجب الوجود ولست دائما أو لا نهائيا فلابد من كائن واجب الوجود دائما لا نهائيا يعتمد عليه وجودي وهو الله الذي ندرك وجوده إدراكا أوليا بدون أن نتورط في جدر البراهين العقلية ولكن على الذين لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم انتهى كلامه وفي هذا يلقي باسكال حكمته الاجتماعية البالغة التي هي أشبه بكلام العارفين حيث يقول هناك صنفان من الناس فقط يجوز أن نسميهما عقلاء وهم الذين يخدمون الله جاهدين لأنهم يعرفونه والذين يجدون في البحث عنه لأنهم لا يعرفونه حقا إنه لقول كريم ولكن باسكال لم يخرج في استدلاله على الله عن دليل الوجوب وهو دليل عقلي مركب يقوم على الأوليات البديهية ويستخرج منها هذا صحيح ولكن باسكال يرى دليل الوجوب هذا كأنه لسرعة قيامه في النفوس وشدة ظهوره من الأوليات العقلية ثم أدرك أن هذه البداهة قد لا تتيسر لكل إنسان فأشار باللجوء إلى البرهنة العقلية للوصول إليها أما الذي أنكر هذه البرهنة واقتصر في الإيمان بوجود الله على الإلهام دون سواه فهو مالبرانش الذي وضع نظرية الرؤية بالله وما معنى هذا؟ وهل يريد به ما قال ديكارت من أننا نرى الله شاهدا على كل شيء؟ أم يريد به أننا إنما ندرك بالعقل الذي وهبنا الله إياه؟ لا هذا ولا ذك إذن هو رجل يتظاهر بالإيمان ويريد أن يعطله؟ كلا كلا إنه من أخلص المؤمنين بوجود الله ولكن عقل الرجل يقف كغيره عند عقدة لا يستطيع حلها إلا بأخرى أكثر تعقيدا كما فعل أفلاطون في مثله فإنما البرانش نظر فيما قاله ديكارت عن الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي فعجز عقله عن إدراك إمكان هذا الاتصال فانتهى من هذا إلى القول بأن الأفكار الإلهية هي وحدها التي تتمتع بالوجود ونحن نرى هذه الأفكار بالله فليس هناك أفكار فطرية مركوزة في عقولنا ولا أفكار صنعية تكونها عقولنا ولا إدراكات حسية تتلقاها هذه العقول من الأشياء ولكن الموجودة هو الأفكار الإلهية ونحن لا ندرك العالم الخارجي بذاته بل ندركه بالله الذي عنده علم الكل هذه نظرية الرؤية بالله وهي نظرية تمت إلى المثل الأفلاطونية بأوثق صلة على ما أرى وبمقتضاها لا يرى مالبرانش لزوما لإقامة البرهان على وجود الله لأننا نراه ونرى به كل شيء فلسنا نعرفه من طريق الأفكار الفطرية والأوليات البديهية الموصلة إلى إثبات وجوده بالبرهان بل نحن نعرفه بالرؤية والبداهة المباشرة فلا حاجة لإثبات وجوده بالأدلة والبراهين ما هو رأي مولايا في هذا الإيمان؟ هذا يصح أن يكون من كلام الصوفية لا من كلام الفلاسفة والمتكلمين الذين لا يعتمدون إلا على النظر العقلي الخالص والبرهان العقلي القاطع وليس بمستحيل أن ينعم الله على بعض عباده بهذه المشاهدة ولكن هذا يكون من باب الشذوذ فالقاعدة أن الإيمان يكون بالعقل الذي وهبنا الله إياه وبالبراهين العقلية التي أعطانا سبحانه القوة والقدرة على تركيب مقدماتها واستخراج نتائجها ولولا ذلك لما دلنا في كتبه بلسان رسله على هذه البراهين ولو وقف مالبرانش عند هذا الإيمان الصوفي لهان الأمر ولكنه ذهب إلى ما وراء ذلك فأنكر الاتصال بين الروح والجسد من أصله وأساسه وانتهى به الكلام إلى جبرية محضة حيث يقول إن الفعل لله وحده فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل ولكن هذا النظام الذي نشاهده ونظن أنه اتصال بين الروح والجسم ما هو إلا تناسق بين ميول الأرواح وحركات الأجسام وكل ذلك من فعل الله وحده فهو يخلق الميول والرغبات في الأرواح وهو يحرك الأجسام وفق ميول الأرواح وبكلمة واحدة أن الله هو خالقنا وخالق أفعالنا وهذا منتهى الغلو في الجبر الذي لا يقل سخافة وهذيانا عن وحدة الوجود التي يقول بها معاصره سبينوزا وما معنى وحدة الوجود؟ القائلون بوحدة الوجود من الذين يتغلب خيالهم على عقلهم فئتا فئة تقول إن الله روح العالم والعالم جسده فالله عندهم هو الكل وفئة تقول إن كل الأشياء التي في الطبيعة ليس لها حقيقة سوى وجود الله نفسه فالكل عندهم هو الله كيف يؤمن سبينوزا وهو المفكر الشهير بهذا الهذاء؟ وكيف قال عنه مولايا الشيخ أنه مؤمن بالله؟ قلت لك إنه يؤمن بالله ولا يدري كيف يصفه وعنيت بذلك أنه غير منكر لوجود الله بالمرة ليعد من الطبيعيين القائلين بتكون العالم بالمصادفة وهو على كل حال لم يبلغ به الهذيان إلى حد أن يقول إن العالم هو جسد الله ولكنه قال إن الله هو الموجود وحده والعالم أعراض صفاته لماذا يتعب مولايا نفسه بذكر هذا المذهب ورده؟ حقا إنه مذهب سخيف لم يقل به أحد من عظماء الفلاسفة الذين حدثتك أو سأحدثك عنهم ولكن ألا تذكر يا حيران قول الغزالي إن رد المذهب قبل فهمه وللطلاع على كنهه رد في عماية بلى إني ألخص لك كلام سبينوزا في وحدة الوجود كي لا أدعك في العماية عن مذهب رجل أعلم أن شهرته العظمى قد تستهويك ولا بد إذ لم تعلم سببها أن تغويك ما هو سبب هذه الشهرة يا مولاي؟ سببها ما لآرائه في المعرفة والأخلاق من سمو تتلاشى في جانبه سخافاته الميتافيزيقية وسأبدأ بذكر بعض آرائه في المعرفة لترى ما فيها من حق ولترى كيف يتناقض الرجل بعد ذلك مع نفسه عندما يبحث قضية الوجود إن سبينوزا لا يجعل للتجربة ذلك المقام الأول الأعظم الذي قال به بيكون ولا يعتمد كل الاعتماد على البرهان الصاعد الذي يترقى فيه العقل من الجزئيات إلى الكليات بل يعتمد على البرهان الذي ينزل فيه العقل في الاستدلال من العام إلى الخاص ومن الكليات إلى الجزئيات ويثق أكثر ما يثق بالأوليات والبديهيات ولكنه ينهج نهج بيكون فيوصينا بتنقية العقل قبل البحث من أوهامه لنعلم من معارفنا ما هو قوي يؤدي إلى اليقين وما هو سخيف لا يثق به ويوصينا بالحذر الذي أوصان به شيخه ديكارت ثم يقسم هذه المعارف مثله إلى أنواع منها نوع ضعيف يأتينا من طريق الإشاعة أو من طريق التجربة الغامضة وهذا لا يجوز الاعتماد عليه والوثوق به ومنها نوع يأتينا من طريق الاستدلال والاستنتاج وهو أقوى من النوع الأول ولكنه محتمل التعديل والتبديل أما النوع الثالث فهو ما ندركه من طريق البداهة كإدراكنا أن الكل أعظم من الجزء وهذا أرقى أنواع المعرفة وأسماها وأبعثها على اليقين هذه أسس صحيحة لا ريب فيها فكيف بنى الرجل عليها رأيه في وحدة الوجود وأين هي البداهة التي توحي إلينا أن الله والعالم المتغير شيء واحد إن سبينوزا ينطلق من نفس الاستدلال العقلي بدليل الحدوث ودليل الوجوب فيقول إن كل ما هو موجود وما يمكن أن يدرك أنه موجود ينحصر في حكم العقل بين ثلاثة أقسام جوهر قائم بذاته وصفات أو خواص وأعراض فالجوهر عنده ما هو كائن بذاته وقائم بذاته وواجب وجوده بذاته وهو الله الأزلي الأبدي السرمادي الواحد الأحد أما الصفات أو الخواص فهي ما يدرك العقل أنه في الجوهر كقوام لذاته وأما الأعراض فيريد بها سبينوزا أعراض ذلك الجوهر التي تبدو لنا بشكل أشياء لنراها وندرك بها ذلك الجوهر الواجب الوجود ليس في هذا التقسيم هذاء ولا سخف بل هو الحق كله والإيمان كله لأن الرجل يعترف بوجود الله الواجب الوجود ويعترف له بصفات الكمال المتوجبة له عقلا ويعترف بأن الله أراد أن يتجلى بصفات كماله من طريق هذا العالم ومن تجليه بصفة الخلاق كان هذا العالم ومن تجليه بصفة القدرة والحكمة كان ما في هذا العالم من نظام وإتقان وإحكام ومن إرادته أن يدرك هذا التجلي خلق الإنسان ووهبه هذا العقل ليستطيع به إدراك وجوده وصفاته فيعبده حق عبادته وهذا معنى الأثر المشهور كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليعرفوني كل هذا صحيح وقد يكون سبينوزا أراد هذا المعنى بذاته في أول مراحل تفكيره السليم المتزن ولكنه ويا للعجب يخرج عن هذا الاتزان حين يقول إن الله لا يخلق شيئا ولكن من طبيعته أن يتجلى تجليا ضروريا ومن تجليه يكون العالم الذي هو أعراض صفاته لم أفهم هل ينكر سبينوزا من صفات الله صفات الخلاق بعد أن يعترف له بصفات الكمال إن سبينوزا يقول إن العقل يحكم ضرورة بوجود الجوهر أي الله ويحكم ضرورة بأن له خواصة وصفات ولكننا لا نشاهد من هذه الصفات إلا صفتين تتجليان لنا في الأعراض أي في الأشياء التي يتألف منها العالم وهي صفة الفكر وصفة الامتداد والعالم بما فيه من أشياء هو أعراض تجلي هاتين الصفتين والإنسان وحده هو الذي يجتمع فيه عرض الامتداد إلى عرض الفكر ولكن البداهة التي اعتبرها سبينوزا أسمى أنواع المعرفة وأبعثها على اليقين والتي حكمت عليه بأن يؤمن بوجود الجوهر الله وبأن له خواصا وصفات هذه البداهة نفسها تقضي بأن يكون لله صفة القدرة والإرادة وبهما يكون الخلق وإذا كنا لا نشاهد بأعيننا إلا عرض الامتداد في الأجسام وعرض الفكر في النفوس فإننا بعقولنا نرى أن هذين العرضين هما من أثر القدرة والإرادة كما نرى أن النظام والإتقان من أثر الحكمة فكيف تخلى سبينوزا عن منطقه السليم ليقول أن الله نفسه له خاصية الامتداد بدلا من أن يقول أن له صفة القدرة التي يخلق بها الامتداد والفكر قلت لك من قبل إن هؤلاء المفكرين يقفون في مسالك التفكير الخطرة أمام عقد يرتبك العقل في تصورها ويعجز عن حلها فمن كتبت له الهداية ترك العقدة وانحرف عنها إلى الأدلة العقلية الضرورية البديهية فاحتكم إليها وخرج من هذا الاحتكام إلى نور الحق أما الذين لم تكتب لهم الهداية فيقفون أمام العقدة لا يحيدون عنها ويصور لهم الوهم أنها ضرورة عقلية لا سبيل إلى تركها وهي لا تكون من الضرورات العقلية أبدا بل من عمل الوهم الذي أشار إليه الغزالي من قبل عمان إيل كونت من بعد والذي أظنه أن سبينوزا وقف به الفكر بين نظرتين إحداهما تستند إلى أوليات عقلية ضرورية والثانية تنطوي على وهم عقلي ذلك أنه رأى عالم الأشياء متغيرا فحكم بأنه حادث وحكم بأن كل حادث لا بد له من محدث وحكم بأن التسلسل إلى غير نهاية مستحيل عقلا فلا بد أن تقف المحدثات عند قديم كائن بذاته قائم بذاته وهو مستند وجودها وعلة حدوثها ثم كل عقله عن تصور الخلق من العدم كما كلت عقول كثيرة من باب الوهم الذي يأتينا من قياس التمثيل فحسب أن الخلق من العدم مستحيل وهو ليس بمستحيل عقلا وإن كنا نراه مستحيلا في العادة ولم يهتد إلى الانحراف عن هذه العقدة الوهمية كما انحرف غيره من العباقرة السابقين واللاحقين الذين سأحدثك عنهم ولم يجد سبيلا للخروج من هذا الإشكال إلا بأن يقول إن الموجود حقا هو الله وحده وما العالم إلا أعراض لتجلي صفاته بالضرورة فجعل الله والعالم شيئا واحدا وكأنه أدرك تفاهة ما في هذا الخلط بين الجوهر أي الله الذي يصفه هو نفسه بأنه الواحد الأحد الواجب الوجود الأزلي اللانهائي القائم بذاته وبين العالم المادي المتعدد الممكن المحدود المتغير المتبدل فقال كالمعتذر عن نفسه إن الفرق بين الله والعالم يأتي من اختلاف وجهات النظر وهكذا أراد هذا العبقري الذي بدأ النظر مستمسكا بعقله وحذرنا من الأوهم وأوضح لنا كيف يجب أن نستند في الاستدلال على البديهيات دون سواها أن يجرنا من وجهة نظره العجيبة إلى القول بوحدة الوجود بين الله وعالم الأشياء وإلى أن نرغم عقولنا التي تدرك بقوة البداهة وجه التناقض بين الأحدية والتعدد والأزلية والتناهي والوجوب والإمكان والقدرة والعجز والخير والشر والعلم والجهل يجبرها على أن تعقل أن الله تعالى يجمع في كمال ذاته وصفاته وتمام أحديته بين كل هذه المتناقضات فيكون واحدا متعددا وأزليا متناهية وواجبا ممكنة وصغيرا كبيرا وعاجزا قديرا وخيرا شريرا وجاهلا عليما وجانيا أثيما ونبيا كريما وشيطانا رجيما وهنا انتهى ملف التسجيل رقم ثمانية بعنوان تلاقي العباقرة رقم واحد الذي تضمن ما كتبه حيران بن الأضعف في مجلسه الليلي خلال حواره مع الشيخ الموزون في كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن